لا تنسى أبدا ذكر الله 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 فالعابد لا ينسى مولاه الله 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 لا تنسى أبدا ذكر الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأشرح بإذن الله تعالى الموضوع الثاني من قواعد اليونت الثاني للصف السادس الإعدادي والموجود في نوت 2 lesson 3 and 4 page 30 and 31 صفحة 30 و 31 من كتاب النشاط هذا الموضوع مقسم إلى أربعة أقسام هي الأقسم الأول number one advise النصيحة number two polite request يعني الطلب المؤدب number three offers معناها العروض number four suggestions معناها الاقتراحات سوف نبدأ بالموضوع الأول وهو advice النصيحة إعطاء نصيحة وقاعدة تكون هو أول شيء نكتب you وبعدها should or shouldn't كيف نختار should or shouldn't إذا كانت الجملة المعطينيها مثبتة ما بها not فنختار should وإذا كانت من فيه فنختار shouldn't وبعدها طبعا فعل مجرد لأنه بعد should or shouldn't يأتي فعل مجرد بدون أي إضافة وبعدها تكملت الجملة فلدينا هنا جملة وزارية جاءت في الدور الثاني 2014 keep your passport in a safe place يعني اضع أو احفظ جواز سفرك في مكان آمن ووضعنا بين قوسين give advice يعني اعطي نصيحة فنتذكر القاعدة قاعدة giving advice يعني أعطاء النصيحة هي تكون you وبعدها should or shouldn't وبعدها فعل مجرد فنضع هذه القاعدة أمام الجملة أمام keep your passport in a safe place بالأمام واللاحظ قبلها بأنه إذا كانت الجملة مثبتة ما بها not نستخدم should وإذا الجملة من فيها فنستخدم shouldn't فالجملة هنا مثبتة إذن نستخدم should فنكتب بالبداية you وبعدها should وننزل keep your passport in a safe place يعني ما غيرنا أي شيء في الجملة فقط وضعنا أمام الجملة you should فننزل you وبعدها should لأنه الجملة مثبتة وننزل keep your keep بدون أي إضافة لأنه بعد should يجب أن يكون فعل مجرد you should keep وننزل بقية الجملة كاملة your إذن قاعد giving advice أو advice يعني النصيحة أو إعطاء نصيحة تكون you وبعدها should or shouldn't وبعدها فعل مجرد وتكملة الجملة وعندما ينطونا الجملة فقط نضع أمامها you should or shouldn't بدون أي تغيير للجملة ولدينا الحالة الأخرى هي offer معناها العرض نقدم عروض وصيغة تكون would you like me too هل تريدوني أن يعني أساعدك مثلا would you like me to help you with your baggage فالصيغة الأولى هي would you like me too وبعدها فعل مجرد أو I will أنا سوف وبعدها فعل مجرد or shall I وبعدها أيضا فعل مجرد جميعها تأتي بعدها فعل مجرد فإذا جاءت جملة مثلا لدينا help you with your baggage help you with your baggage ويطلب مننا أفر أرض نسويها فبدايتها هي أصلا يعني فعل مجرد فما يحتاج يعني أي تغييرات ففقط نكتب أمامها الصياغة الثلاثة واحدة من الصياغة الثلاثة would you like me too help ولكن الأول small لأن راح تصير help بالوسط would you like me too help you with your baggage وطبعا نضع علامة question mark لأنه would بدايتها I'll أيضا نضعها فقط بالبداية I'll help you with your baggage ونقطة نضع نهايتها لأنه I بدايتها فاعل shall I وأيضا help you with your baggage ونضع علامة question mark هاي إذا جاءت الجملة بدايتها فاعل إذا جاءت الجملة بدايتها اسم مثلا a cup of tea وقد يقول طالب كيف نعرف بأنه الجملة بدايتها اسم أو فاعل إذا جاءت بدايتها الجملة a or an a or an or the or some يعني إذا جاءت واحدة من هذه الأدوات a an the sum إذن الجملة هي بدايتها اسم فإذا جاءت اسم كيف نضعها هنا هنا الصيغ جميع حيأتي بعدها فعل مجرد هنا فعل مجرد فما يصير نكتب رأسا I'll a cup of tea لأنه بعدها لازم يكون فعل مجرد ولا نستطيع أن نقول would you like me too a cup of tea أو shall I a cup of tea ما يصير لازم فعل مجرد فشو رح نحل هذه الجملة إذا جاءت هكذا جملة بدايتها a or an or the or some وهنا هذه الجملة a cup of tea شو رح نكتب واحدة من هذا الصيغ وطلب مننا أفر عرب وجميع الصيغ العرض هي بعدها فعل مجرد فقط نضع الفعل get you get you يعني نكتب الصيغة وبعدها get you a cup of tea مثلا نكتب الصيغة الأولى would you like كتبنا would you like would you like me too ونكتب بعدها get you would you like me to get you a cup of coffee فالإضافة تكون get you فقط نضيف الفعل get you لأنه لازم يكون فعل بين cup وبين هذه الصيغة فنكتب get you وننزل بقية جملة a cup of tea ونضع question mark would you like me to get you a cup of tea هل تريد مني أن أحضر لك كوبنا الشاي إذن إذا جاءتنا جملة بدايتها a or an or the إذن بدايتها اسم ويطلب مني يعني أفر تقديم عارض وصيغ العارض تكون جميعها بعدها فعل مجرد فقط نضيف بعد to get you get you a cup of tea أو نحذف من التو إلى المي نحذف إلى هنا فتبقى would you like a cup of coffee يعني ما نستطيع أن نستخدم shall I و I or am بعدها فعل مجرد فقط هذه would you like a cup of coffee أما نحذف من would you like me to نحذف أما نحذف وتبقى would you like a cup of coffee أو نكمل الجملة would you like me to get you a cup of coffee نضيف get you يعني اختيارين لدينا أما نحذف me to وتبقى would you like a cup of coffee أو نضيف لبعد to نضيف get you a cup of coffee لأنه لازم بعد to يكون فعل فعل مجرد فإن كتبنا احنا get you ولكن الأسهل أنه تحذف would you like إلى like a cup of coffee ونضع question mark ولدينا الموضوع الآخر والsuggestions الاقتراحات وأيضا لديه ثلاثة أنواع عندما يطلب مننا أن نكون جملة اقتراحات فأما نستخدم shall we وبعدها فعل مجرد وطبعا علامة السؤال question mark في نهاية الجملة لأنه بادئين ب shall عندما نبدأ ب shall with could فيكون جملة استفهامية والنوع الآخر we could وبعدها فعل مجرد وبعدها نقطة طبعا تكملة الجملة ونقطة وثالثا أما نستخدم let وبعدها فعل مجرد وبعدها تكملة الجملة ونقطة ففي الوزارة إذا جابونا جملة واحدة نستخدم من ثلاثة انواع هي صحة ولكن إذا جابونا في الوزارة suggestion ولكن بين قوسين make question make question يعني اعمل سؤال فعندما نعمل سؤال نستخدم shall we لأنه هذه في حالة الجملة الاستفهامية shall we إذا جابونا make question make question يعني اعمل سؤال فنستخدم هذا النوع فلدينا هنا جملة ويطلب مننا ان نعملها اقتراحات suggestion take a taxi to the airport خذ تاكسي الى المطار ومكتوب بين قوسها suggestion suggestion معناها اقتراحات فلدينا ثلاثة انواع من الاقتراحات أما نختار let أو shall we أو we could وثلاثتهم بعدهم فعل مجرد ولكن shall we نهايتها علامة السؤال فقط اما let نقطة وبنقطة we could ايضا نقطة فراح نستخدم الثلاثة انواع نكتب بالبداية let 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 وبعدها كما قلنا فعل مجرد هي take فعل مجرد اذا نكتب ها نفسها ولكن اول حرف نسوي small let take فقط نكتب امامها let وننزل take وبقية الجملة وننزل ونضع نقطة dot جملة مثبتة والنوع الاخر هو shall we shall we هذه جملة استفهامين ينبادئ بshall shall we وايضا ننزل take بعدها فعل مجرد shall we take a taxi to the airport ونضع علامة السؤال question mark lambodئ بshall والنوع الثالث هو we could we could وايضا نفسها ننزل الجملة كاملتين we could take ايضا take نعمل اول حرف منها small take a taxi to the airport ونضع dot نقطة اذا ما غيرنا ايشي فقط يحفظ الطالب الانواع الثلاثة ويكتب هنا امام الجملة let's وضعناها امام take و shall we امام take و we could امام take ونزل نهاية علامة السؤال question mark والدينا النوع الاخر والطالب المؤدب وفيه عدة صياغ هي number one with you وبعدها فعل مجرد وتكملة الجملة وquestion mark وطبعا من الضروع ان نكتب please في نهاية الجملة قبل question mark ولكن اذا ما كتب هالطال please فما راح يتنقص في الوزاري number two could you وفعل مجرد وايضا تكملة الجملة وquestion mark can you ولدينا can i may i could i وايضا فعل مجرد وتكملة الجملة وquestion mark ولدينا ملاحظة مهمة هي لدينا عدة انواع من polite request with you could you can you وmay i can i could i يعني ثلاثة انواع بها you وثلاثة انواع بها i نستخدم معها i may i can i could i فكيف نستخدم اللي به new وكيف نستخدم اللي به i اذا كانت الجملة موجود بها me مثلا give me فنستخدم جماعة you اللي به new would you give me could you give me can you give me وايضا اذا وجدنا الافعال empty put open ايضا نستخدم مع جماعة with you could you can you empty معناه يفرغ put يضع open يفتح واذا ما وجدنا هذه الافعال ولا me فنختار جماعة may i can i could i مثل see your ticket وايضا لا توجد فيها الافعال ولا me فنختار may i see your ticket please can i see your ticket please could i see your ticket please فمع with you could you can you نستخدم me والافعال اللي ذكرناها و may i can i could i الى جملة ما بهذه الافعال for example لدينا جملة empty your pocket يعني فرغ جيوبك فالجملة بادة بأحد الافعال اللي ذكرناها empty فنختار من الجماعة you with you could you can you فتصبح الجملة could you empty your pocket please هل تصطيع ان تفرغ جيبك رجاء والذين تمرين في صفحة 30 من كتاب النشاط عن هذا الموضوع فهنا لدينا give me your passport اعطيني جوازك ويطلب مننا ان نعملها pullet request طلب مؤدب فيوجد هنا لدينا me اذا كانت موجودة me في الجملة وايضا كما قلنا الافعال put empty open فنستخدم جماعة could you would you and can you فرح نستخدم could you could you اننزلها واننزل give me your passport الجملة كاملة فنننزلها بدون اي تغيرات give me your passport ويجب ان لا ننسابع نضع please و question mark علامة السؤال could you give me your passport please هل تستطيع ان تعطيني جوازك رجاء فهنا طلب مؤدب ولدينا جملة اخرى في هذا التمرين keep your passport in a safe place ابقي جوازك في مكان آمن هنا نصيحة ابقي جوازك في مكان آمن نصيحة نستخدم اما you should or you shouldn't حسب الجملة اذا جملة مثبتة you should وإذا بها not فنكتب you لأنه الجملة مثبتة لا يوجد فيها not فنكتب you should وننزل الجملة كاملة keep 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 passport in a safe place يجب يجب أن تبقي جوازك في مكان آمن ولدينا جملة أخرى أيضا go to the shop before the plane leaves يعني اذهب إلى المحل قبل الطائرة أن تغادر فهنا أبين من الجملة بأنها اقتراحات اذهب إلى نقطع رحلة بأنه يذهب إلى المحل قبل أن تغادر الطائرة فلدينا ثلاثة أشكال لإقتراحات هي shall we let or we could وبعدهم فعل مجرد فراح نستخدم let let go to the shop before the plane leave دعنا نذهب إلى المحل قبل أن تغادر الطائرة ولدينا جملة أخرى help you with your baggage help you with your baggage يساعده بأمتعته فهذه efforts يعني عروض نقدم له عرض بالمساعدة فأما Would you like me too or shall I all I all فراح نستخدم shall I shall I وإن نزل help you with your baggage help you with your baggage ولدينا أيضا جملة مهمة جاءت في الوزارة see your ticket make polite request يعني أعملها طلب مؤد use may استخدم may فكما قلنا بأنه هنا لا توجد من الفعال الثلاثة اللي ذكرناها put open empty ولا توجد me إذن فنستخدم may I or could I or can I فاستخدمنا هنا may I may I see your text please ووضعنا please في نهاية الجملة وعلامة question mark may I see your text please ولدينا أيضا الجملة الثانية keep your passport in a safe place يعني ضاع جوازك في مكان آمن ويطلب من advice يعني نصيحة وكما قلنا بالنصيحة نستخدم أما you should or you shouldn't فالجملة هنا مثبتة keep your passport in a safe place لا توجد فيها نقط إذن نستخدم you should فقط نضع أمام keep you should you should keep your passport in a safe place وأيضا لدينا الجملة الأخيرة take a taxi to the airport يعني خذ taxi إلى المطار suggestion هنا يطلبنا اقتراح نقدم مقترح ولدينا تمرين آخر مهم أيضا في صفحة 18 من كتاب الطالب عن هذا الموضوع put your bag on the conveyor belt يعني ضع حقيبتك على الحزام الناقل أو حزام التوصيل فهنا يطلب منا polite request يعني طلب المؤدب فهنا لدينا في الجملة put واحد من هذه الأفعال اللي ذكرناها put open empty put معناها يضع وopen يفتح وempty وفرغ إذن فنستخدم جماعة with you or could you or can you فنستخدم with you فنكتب بالبداية with you with you ننزلها وننزل بقية الجملة كاملة فقط نعمل أول حرف small put your bag نفذها ننزلها on the ونضع please ويصير بأنه نكتب please أو ما نكتب ها ما راح تنقص الطالب إذا كتب please أو بدونها ونضع question mark لأنه الجملة بعدها بwith وأيضا نستطيع could you وcan you ونفس الشيء ننزل بقية الجملة وأيضا لدينا جملة أخرى empty your packets يعني فرغ جيوبك أيضا يطلب مننا polite request طلب مؤدب وأيضا نستطيع أن نستخدم واحدة من الثلاثة could or can or with نستطيع أن نقول could you or can you or with you ولماذا استخدمنا جماعة could you لم نستخدم may I or can I لأنه كما قلنا إذا كانت الجملة فيها empty put or open نستخدم could you or can you or with you فعندما نستخدم من هذه الصياغ نكتب could you or can you or with you وبعدها empty empty يعني طلب مؤدب يكون could you empty your packets please هل تستطيع أن تفرغ جوبك رجاء empty your pockets ونكتب please وquestion mark وأيضا نفس الشيء can you empty your pockets please would you empty your pockets please وكما قلنا بأن please اختيارية أما تكتبها أو ما تكتبها فما راح تنقص من درجتك ولدينا جملة أخرى أيضا get some magazines before boarding يعني أحصل على بعض المجلات قبل الصعود فهنا دينا يطلب suggestions اقتراحات نقدم مخترح فأشكال الاقتراحات suggestions تكون shall we or let or we could فأي واحدة من هذه الأشكال هي يعني ترهم مع الجملة فأما نقول shall we get some magazines before boarding let's get some magazines before boarding we could get some magazines before boarding فرح نستخدم shall we فأنتقص بالبداية shall we shall we when let's get some magazines before boarding بدون أي تغير get some before boarding وايضا لدينا جملة أخرى get some drinks too نحصل على بعض الشراب أيضا أيضا يطلب منا suggestion يعني اقتراح نقدم مخترح وكما قلنا بالاقتراحات نستخدم أما shall we or let or we could فرح نستخدم هنا let's let's get some drinks too دعنا نحصل على بعض الشراب أيضا فنكتب بالبداية let's وننزل بقية الجملة بدون أي تغير let's get some drinks وأيضا لدينا جملة أخرى stay here with the bags if you want أبقى هنا مع الحقائب إذا تريد يطلب مننا هنا offer نقدم له عرض فلدينا ثلاث يغلي الأفر هو would you like me would you like me too والثانية أما نقول I'll I'll أو shall I shall I وبعدهن طبعا فعل مجرد فأي صيغة من هذا الصيغة يصير نستخدمها would you like me to stay here with the bags if you want هل تريدوني أن أبقى مع الحقائب إذا أرأت أو I'll stay here with the bags if you want أنا سوف أبقى مع الحقائب إذا تريد أو shall I هل أستطيع أن أبقى مع الحقائب إذا تريد فأي صيغة هي صحة فرح نستخدم صيغة I'll I'll stay here with the bags if you want فنكتب I I'll ونزل بقية الجملة كاملة stay لن يأتي بعد والفعل مجرد و stay هي فعل مجرد I'll stay here with the و لدينا جملة أخرى أيضا get me an orange soda get me an orange soda أحضر لي يعني soda بالبرتقال فهنا يطلب أيضا منا polite request طلب مؤدب وكما قلنا بالطلب المؤدب نستخدم أما with you could you can you or can I may I could I وكما قلنا بأنه إذا وجدنا في الجملة me نستخدم جماعة could you or would you or can you واحدة من هذه الأشكال فرح نستخدم can you فنكتب بالبداية can can you ونزل بقية الجملة get me an orange soda ونضع question mark ونستطيع نكتب please or بدون please can you get me an orange soda والدينا جملة أخرى أيضا always have your baggage with you يعني دائما أمتعتك معك وأيضا يطلب منا هنا في هذا جملة يطلب منا أن نعملها advice يعني نصيحة وكما قلنا بالadvise لدينا شكل هو أما نقول you should or you shouldn't you should or you shouldn't نستخدم should إذا كانت جملة مثبتة ما بها not فنستخدم should إذا كانت جملة بها not فنستخدم shouldn't فهنا الجملة لا يوجد فيها not إذن نستخدم you should كتبنا بالبداية you should وننزل بقية الجملة كاملة you should always with you يعني أنت يجب دائما أن تكون أمتعتك معك ولدينا بعض الأسئل الوزارية المهمة فلدينا هذه الجملة جاءت في دور الأول 2018 أما الجملة الثانية فجاءت في الدور الثاني والدور الثالث 2018 الجملة الأولى help you with your baggage help you with your baggage أساعدك بأمتعتك فلدينا offer يعني عرض نقدم العرض بالمساعدة بالأمتعة فكما قلنا بأنه بالأفر أما نستخدم would you would you like me to وبعدها فعل مجرد استخدم I وبعدها فعل مجرد أو نستخدم shall I وبعدها أيضا فعل مجرد فأي واحد من هذه الأشكال صحيحة نستخدم مع هذه الجملة فإذا قلنا would you like me to help you with your baggage أيضا صحيحة I'll help you with your baggage أنا سوف أساعدك بحقائبك أو أمتعتك أيضا صحيحة shall I help you with your baggage أيضا صحيحة فرح نستخدم I all فنكتب بالبداية I all help ننزلها وطبعا نعمل الحرف الأول small لأنه جاءت الآن أصبحت في وسط الجملة I'll help you ونضع نقطة dot لأنه جملة مثبتة بداية I I'll help you with your baggage وأيضا نستطيع أن نكتب shall I help you with your baggage ولكن نضع علامة السؤال إذا استخدم shall ولدينا الجملة الأخرى help your friend with his baggage هنا لدينا اختلاف بين الجمل help you with your baggage وهنا help your friend هنا لدينا you وهنا your friend هنا your baggage هنا his baggage فلازم الطالب ينتبه إلى هذه جملة إذا صاد فته الجملة لدينا بعض التغييرات بهذه جملة على الطالب أن يحفظ ها help your friend your friend تتحول إذا وجدنا الجملة your زائدا اسم فتتحول إلى you his or her إذا وجدنا ها في الجملة تتحول إلى your يعني نرجعها كأنما مثل الجملة السابقة you هنا you هنا وهنا you your your فيرجع على الطالب أن ينتبه إلى هذه الجملة لأنه جاءت في الوزارة مارتين في سنة 2018 help your friend with his baggage فعندما لاحظ your friend إن شاهد بالجملة your friend سنحول إلى you فعندما يطلب منا أن نعمل ها offer يعني عرض بال offer نستخدم would you like me to أو I'll أو shall I فأسهل هنا تكون I'll فنستخدم I'll فنكتب I I'll help your friend تتحول إلى you أنا سوف أساعدك I'll help you with his or her تتحول إلى your your baggage your ونضع نقطة I'll help you with your baggage أو shall I help you with your baggage meet at three in the departure lounge يعني نلتقي في الساعة الثالثة في صالة المغادرة فيطلب منا suggestion اقتراحات نقدم مقترح فبال suggestion أما نختار shall we or we could or let's فرح نستخدم let's هي الأسهل let's فنكتب let's let's meet وننزل الجملة كاملة دعنا نلتقي نقدم مقترح let's meet at lounge ونضع dot نقطة let's meet a three in the departure lounge دعنا نلتقي في الساعة الثالثة في صالة المغادرة ولدينا جملة أخرى أيضا show me your passport make question يطلب مننا أن نعمل طلب طلب مؤدب هنا me فلدينا بأطلب المؤدب أما could you or with you or can you or can I or may I or could I ولكن ما نستطيع أن نستخدم can I may I could I وإنما جماعة could you with you can you لأنه توجد me في الجملة فلنستخدم could you show me وننزل بقية الجملة show me me your passport please ونضع question mark لأنه بعد الجملة بcode وهذا كان شرح موضوع الطلب المؤدب polite request والنصيحة advice والعرض أفا والاقتراح suggestion أتمنى أن تكونوا قد استفادتم من الفيديو لا تنسى أبدا ذكر الله 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 فالعابد لا ينسى مولاه الله الله لا تنسى أبدا ذكر الله الله